أهلا بكم أكدت مصادر في فرنسا أن القضاء الفرنسي فتح تحقيقا في تهمات بالاغتصاب تطال نجمة كرة القدم ومهاجمة باريس سان جرما المغربي الأصل أشرف حكيمي لكن حكيمي وحسب التقارير نفى تلك التهم عن نفسه مصدر مقرب من شرطة كريتاي وهي ضاحية تقع في جنوب الشرق باريس أكد أن السيدة تبلغ من العمر 25 عاما أخبرت الشرطة يوم الأحد بالحادث ولكنها لم توقع على أي شكوى ضد حكيمي وكان المدعي العام لدى محكمة نونتار في غرب العاصمة الفرنسية أكد أن تحقيقا فتح في القضية بعد سماع أقوال هذه السيدة كان حكيمي وأثناء تقديم تلك الشكوى يوم الأحد من المقرر له أن يلعب في مارسيليا لكنه لم يلتحق بصفوف فريقه بسبب إصابة لكنه ظهر يوم الاثنين في حفل توزيع جوائز الفيفا لأفضل اللاعبين وكان من بين المتواجين إلى جانبي زميله مبابي وليونال ميسي نادي باريسان جرما وبعد انتشار الخبر صرح لصحيفة داء الثلاتيك أن النادي يقف إلى جانب اللاعب أشرف حكيمي الذي نفى بشكل قاطع تلك الاتهامات وعبر عن ثقته في النظام القضاء باريسان جرما هو مؤسسة تساهم في ترقية مبادئ الاحترام في الملاعب وكذلك في خارجها أيضا جاء في البيان محامي أو محامية أشرف حكيمي فاني كولن أدلت بتصريح لصحيفة لباريزيان قالت فيه أن الاتهامات بالاختصاب في حقه غير صحيحة وأضافت أن موكلها هادئ وهو مستعد للتعاون مع القضاء أشرف حكيمي كان تقلق نجمه وشغل مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء مشاركته في كأس العالم في 2022 في قطر وهذه واحدة من الصور التي جابت تلفزيونات العالم في أثناء احتفاله بالفوز مع والدته والآن طبعا يواجه اتهامات بالاختصاب ما ترك جدلا واسعا على المنصات منصات السوشيال ميديا وحوله بشكل عام هنا تغريدة مثلا لعمر أشان يقول عمر أشرف حكيمي فطحونة على من الدور بعده جارة سهلة رخيصة ديما المتهمين نجوم ومشهورين وعندهم ثروة لماذا لا يتابع الحزق يقول عمر أما تغريدة أخرى لمولاي إبراهيم الإدريسي فرنسا وإعلامها يقومان بتشويه أي إنجاز مغربي سواء كان رياضي أو فني أو سياسي لأن العلاقات متوترة ومتشنجة يقول مولاي ولأن فرنسا لا تريد للمغرب أن يستقل بسياسته واقتصاده تغريدة أخرى هنا لساسر تكوى هذه الفتاة ذهبت إلى مغفر الشرطة لتقول لهم إنها اغتصبت لكنها لا ترغب في تقديم شكوى ما هو القصد هنا أنا لا أفهم هذا فإما أن تذهب للشرطة لتقديم الشكوى وإما أن لا تذهب تغريدة أخرى لأنيس أو أنيسو يقول أنيسو هنا في هذه التغريدة لا تظهر ستظهر الآن أنيسو هذه الفتاة ذهبت إلى مغفر الشرطة تقول اغتصبت ليست هذه لا تظهر التغريدة على أي حال بالعودة إلى أشرف حكيمي طبعا هو واحد من أشهر المدافعين حول العالم طبعا في كرة القدم يلعب حاليا في صفوف فريق باريسا جرمان وكان أحد أشرف حكيمي طبعا كان أحد اللاعبين الأساسيين في فريق ريال مدريد الإسباني ولد في إسبانيا عام 1998 ويلعب أيضا ضمن المنتخب الوطني المغربي متزوج من الممثلة الإسبانية من أصول تونسية هيبا عبوك حكيمي اللاعبة في الصابق أيضا في صفوف نادي أنتر ميلان والنادي الألماني بروسيا دورتموند ترجمة نانسي قنقر